بهذه المناسبة برضو قبل ما نطلع الفاصل عايزة أقول لكم معلومة مهمة جدا عن خوافض الحرارة أنها لا تعمل لو كانت درجة الحرارة فوق 38 عكس ما ناس كتير قوي مش عارفة الحكاية دي يعني فيه ناس كتير مش عارفة المعلومة دي تلاقي واحد حرارته مثل 38.5 وبرضو فيه بلاد أخرى يقولك فوق 38.5 بس احنا في الأحوال زي دي بناخد الرقم اللي هو الأقل بنقول 38 احتياطي خلاص يبقى لو طفل مثلا حرارته أكتر من 38 والمفروض ياخد خافض ما تدلوش الخافض دلوقتي لازم تعمله كمدات على جسمه كلها أول أسهل أنك تحميه تحمه الطفل بماية فترة مش هيحصل أي حاجة بالعكس الحمام بقى لما ياخد حمام بماية فترة كده بس بلاش الماء السقعة أنا بقول ماية فترة هو ماية فترة أو ماية دافئة يعني دافئة بلاش فترة حسنا أنت تفهم غلط دافئة خلاص دي كفيلة أن هي تخفض درجة حرارته خلاص بتتخفض درجة حرارة شوية ما تقسش بقى خلاص إدي بقى الخافض على طول إنما لما نقيس عشان كده دايما نقول للناس إيه لما تدي ابنك أو بنتك خفض الحرارة لازم تقيس الحرارة قبلها لأن لو كانت فوق 38 وما تعدميتش على الإيدين وعلى الجس الجبهة وكده لأ لازم نقيس لو كانت فوق 38 خفض الحرارة دا مش هيشتغل خفض الحرارة بيشتغل تحت 38 يعني أخره 38 يبتدي يحدث الأثر بتاعه بمناسبة دي بقول لكم الكمادات حلوة جدا تتعامل عادي جدا بس على كل أجزاء الجسم مش على القورة بس أو عجبها بس لا على الدراعات وعلى الفخدين وعلى البط تمام أو الدش وبمناسبة الكمادات ممنوع ان احنا نستخدم كمادات الكحول يعني ما نحطش الكمادات دي في الكحول كده ونقعد نقول هنعملها كده على الجسم ليه لأن الكحول دا هو السائل هو المية هي اللي بتطلع على البخار أصلا فإحنا عايزين بس يبقى فيه مية في الموضوع المية دي مع الحرارة بتاعت الجسم الجسم لما بيبقى عنده حرارة وتيجي عليه المية دي زي ما بقول بقى بالدش أو بالكمادات بتروح درجة الحرارة مرفوعة يعني تقل يعني قصدي البخار يصعد فدرجة الحرارة تقل درجة الحرارة ممكن تقل لغاية 25% انتوا فاهمين فاهمين قصدي يعني حاجة فعالة جدا بعد كده ندي الدول خلاص بلاش كمادات الكحول